اشتركوا في القناة وكأن الكون اعادك من جديد لتلك الحقبة الزمنية بين جنبات الحاضر يزين التاريخ فخامة الماضي هنا في صفحة من التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صفحة من التاريخ وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث عن التطور العمراني في مدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة في الحلقة السابقة تحدثنا عن تطور المنازل والمساكن في المدن التابعة لإمارة الشارقة في المنطقة الشرقية وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن المساجد وأيضا نتحدث عن تطور البناء العمراني الدفاعي في تلك الفترة الزمنية التاريخية حفل تاريخ المنطقة بوجود العديد من المساجد التاريخية التي كان لها تأثير في حياة الناس في تلك الفترة الزمنية وتعددت المساجد في المنطقة التابعة لإمارة الشارقة ومن أهم هذه المساجد وأولها المسجد الجامع بخورفكان والذي يعرف بمسجد سالم طوع الآن يعتبر هذا المسجد أحد أشهر المساجد التراثية في مدينة خورفكان بل يعد المسجد الأخدم في تاريخ المنطقة وقد كان هو الجامع الوحيد لسكان مدينة خورفكان أنذاك لذلك يطلق عليه مسمى الجامع ويتفوق عن غيره من المساجد التي كانت موجودة في المدينة بأنه المسجد الوحيد المخصص لصلاة الجمعة في تلك الفترة هذا المسجد بدأ بداية بسيطة متواضعة حيث بني في البداية من سعف النخيل ثم تطور بنائه بعد ذلك على امتداد التاريخ وبني من الطين والحجارة والجص وقد استخدمت جذوع الشجر المخشبة في أسقف المسجد وتميزت بوابته بالنمط المعماري العربي الأصيل إذ أنها كانت مزينة بنقوش وهذه النقوش الجميلة شاهدة على تاريخ المنطقة وقدم وتأصل الجانب المعماري في مدينة خورفكان أما المحراب هذا المسجد فتميز بمحدودية مساحته ومناراته كانت متواضعة لا تتجاوز طولها بضعة أمتار ولأهمية المسجد التاريخية وما يحمله من قيمة تراثية تضاف إلى المنطقة الشرقية ومدينة خورفكان روعية في تصميمه النمط المعماري التاريخي الذي كان عليه نمط البناء والمعمار في المنطقة الشرقية ويعني مع الزمن تعرض المسجد لعوامل الطبيعة وتعرض للهدم وتمت صيانته فيما بعد على مراحل ويحتوي المسجد من الداخل على هناك بئر قديمة ومواضع للوضوء وهذا المسجد كان يؤم الناس فيه الشيخ سالم طوع أحد أبناء المنطقة وهو أيضا خطيب المسجد وفي السبعينات من القرن العشرين هجر سكان المنطقة الغربية هذه المنطقة وأدى هذا أيضا إلى هجران هذا المسجد ثم قامت حكومة الشارقة مشكورة ممثلة بتوجيهات والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بإعادة ترميم هذا المسجد وأصبح الآن منارة تاريخية ومعلم تاريخي لسكان مدينة خورفكان هناك مساجد أخرى أيضا لا تقل أهمية عن هذا المسجد كمسجد الملغالب الذي يتميز بموقعه المميز بالقرب من شاطئ البحر وهذا الموقع المميز جعل رواد هذا المسجد من البحارة وملاحين السفن الذي كانوا يأتون إلى مدينة خورفكان في القرن العشرين وهذا المسجد أيضا أمه بعض الأئمة المشهورين من مدينة خورفكان كالملغالب رحمة الله عليه وثم جاء بعد ذلك راشد بن سالم المطوع وأصبح إمام للمسجد ثم أيضا من المساجد التاريخية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة مسجد الشيخ أحمد بن حسن أو ما يعرف أيضا بمسجد السوق ويعتبر هذا المسجد علامة تاريخية فارقة في تاريخ المساجد في مدينة خورفكان إذ يقع في منطقة السوق التجارية ويقع بالغرب لمسجد سالم المطوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهذا المسجد كما بينا يقع في حارة السوق ويحده من الشمال البحر وابتدأ بنائه في بدايات القرن الماضي وبني كما يقول العديد من الرواة الذين التقينا بهم على يد عبدالله بن عبدالعزيز البديع وكان يتسع في بدايته لـ 15 إلى 20 مصلى ثم احترق بعد ذلك بسبب سقوط الفانوس أو ما يعرف باللهجة المحلية بالفنر الذي كان معلقا في المسجد ثم تكفل ببنائه بعد ذلك إعادة بنائه رجل البر والإحسان محمد بن إبراهيم الشاجي من دولة الكويت وبقى تصميم المسجد كما هو عليه إلى أن أعيد بنائه من جديد على يد الشيخ أحمد بن حسن وصلى فيه الشيخ أحمد بن حسن إماما ثم بعد ذلك الشيخ أحمد بن عسكر وعيد ترميمه بعد ذلك من جديد في فترة سابقة وأصبح أيضا أحد معالم التراثية والتاريخية في مدينة خورفكان هناك أيضا من المساجد التاريخية في مدينة خورفكان مسجد الميرزة والذي يقع أيضا على ساحل البحر وبناه المرحوم عبد الرحيم بن أحمد الميرزة سنة 1937 من القرن الماضي وأيضا كانت بدايته بسيطة من سعف النخل ثم تحول إلى بناء من الحصى والطين في بداية الستينات من القرن الماضي وأيضا نذكر هنا من المساجد التاريخية الجميلة أيضا مسجد محمد بن صالح في منطقة الشر في مدينة خورفكان والذي يعود بناء هذا المسجد إلى بداية الأربعينات من القرن الماضي كما يدل على ذلك النقش الموجود على باب المسجد قبل الترميم بالطبع وبني هذا المسجد على يد أن نأخذ محمد بن صالح بن ناصر رحمة الله عليه على نفقته الخاصة وبدايته كبداية بقية المساجد بشكل متواضع من العريش وسعف النخل ثم طوير بعد ذلك إلى بناء من الطين والحصى ثم هناك أيضا مسجد حياوة التاريخي القديم ولا يتذكر الرواة الذين قابلناهم البداية المحددة لهذا المسجد ولكن الكل يجمع على أنه ضارب في القدم وكان يتوسط حارة الحياوة القديمة التي تحدثنا عنها سابقا وبني أيضا في بداياته من سعف النخيل ثم تطور إلى بناء من الحجارة والطين ثم أيضا هناك مسجد منطقة الديفي وهذا المسجد بني على نفقة الحاج علي بن شاهين في بداية الخمسينات من القرن الماضي ويحتل هذا المسجد أيضا موقعا متميزا يقع على ساحل البحر مباشرة ويرتاده المسافرين من خورفكان لمنطقة اللؤلؤية والزبارة وذبا في الفترة الماضية أيضا هناك مساجد لمناطق تابعة لمدينة خورفكان كالمسجد الجامع في اللؤلؤية والذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن العشرين تحديدا 1920 من القرن الماضي ويتميز هذا المسجد بموقع هام في وسط المنطقة ويعتبر المركز الرئيس لمنطقة اللؤلؤية وتحده من الجنوب قلعة أثرية قديمة وقد محيت معالمها الآن وهذا المسجد بني كما يقول الرواح على يد سالم بن عبدالله بن سالم النقبي رحمة الله عليه ثم هدم وعيد ترميمه وبنائه من جديد وأخيرا مسجد الحارة في منطقة الزبارة ويعتبر أيضا من المساجد التاريخية العريقة في منطقة الزبارة ويعتبر أكبر جامع في المنطقة وكانت تقام فيه صلاة الجمعة ويقدر عدد المصلين فيه بثمانين مصلي في تلك الفترة نمط آخر أيضا من نمط البناء والعمارة الذي كان سائدا في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة خرفكان البناء الحربي أو البناء الدفاعي والمتمثل في وجود العديد من الأبراج والقلاع في منطقة خرفكان هذه المنطقة التي عاشت في سلام مع جيرانها إلا أن موقع المدينة المتميز الموقع التجاري جعلها أحيانا عرضة لغارات خارجية وخشية من أهلها من طمع الطامعين قاموا ببناء العديد من المباني الدفاعية كالقلاع والأبراج لتكون نقطة مراقبة وحماية ودفاع في تلك الفترة وأحيانا يكون الحصن الذي يبني أو القلعة مقرا للحاكم وسكن للحاكم منه يدير شؤون المدينة ويقابل في مجلسه في هذا الحصن رعاياه وأتبعه وقد عرفت مدينة خرفكان مثلها مثل بقية مدن المنطقة الحصون والقلاع والتي تميزت بالطراز الهندسي المعماري المحلي وتعتبر الأبراج خط الدفاع الأول بالنسبة للمدينة لذلك من أهمية في التحصين وكان يتواجد في هذه الحصون والأبراج رجال من أهل المنطقة للحراسة حيث كانوا يقيمون فيها مع بعض المدن وكان لهم أساليب وسائل للتحذير تحذير سكان المدينة من القادمين إليها وخاصة في فترة الليل إذ كانوا يطلقون طلقة رصاصة واحدة أما إذا كانت هناك غارة لا سمح الله فكانوا يطلقون أعيرة تحذيرية عبارة عن طلقتين لتحذير المدينة وسكانها من أن هناك عدو أو غزو خارجي أما إذا كانت الطلقات ثلاث فيعني ذلك أنها مناسبة سعيدة كرؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال أو وصول الحاكم حاكم الإمارة من رحلة خارجية هذه المباني الدفاعية شويدت بأيدي محلية وتم الاستعانة في بنائها بالموارد الطبيعية البيئية كالطين والمدر شديد التماسك والذي أيضا استخدم معه بعض الحجارة حجارة الجبل أو الحجارة المرجانية المستخرجة من البحر ونذكر هنا أنواع وأسماء لهذه الأبراج وهذه الحصون ومن أشرها برج الرابي المشهور في مدينة خرفكان هذا البرج الذي تميز بعمارة فريدة فهو يعتلي قمة رابية تطل على مدينة خرفكان ويرتبط من جهة أخرى ببرج العدواني الذي سنتحدث عنه فيما بعد ومن جهة أخرى أيضا يرتبط ببرج المقصار في منطقة واديشي وبرج الرابي يرجع بنائه إلى بدايات القرن العشرين تحديدا 1913 والذي أمر ببنائه الشيخ سعيد بن حمد بن ماجد القاسمي أمر ببنائه أمر مجموعة من سكام مدينة خرفكان وفي جو من التلاحم والتكامل والانزجام والتعاون بين الحاكم والرعية قام مجموعة من سكام مدينة خرفكان ببناء هذا البرج وهم يرددون هزوجة شعرية جميلة توارثت الأجيال أمرنا الشيخ نبن الرابي الطين عدنة والحصى بن صابي وهذا البرج حقيقة يتميز بتصميمه الهندسي الرائع فهو متعدد الإشكال وإطلالته البصرية المتميزة على مدينة خرفكان وكما بينا يقع على قمة جبل من أهم الجبال المحاذية لمنازل السكان في مدينة خرفكان وقد تم ترميم هذا البرج في وقت قريب وأصبح أحد أهم المعالم التاريخية والتراثية في مدينة خرفكان أيضا هناك برج العدواني الذي يعتلي قمة جبلية تطل على ميناء خرفكان التاريخي وتميز عن غيره من الأبراج المعروفة في المنطقة بشكله الفريد واستخدامه بداية كمنارة للسفن وظل هذا البرج الذي كما أكثر المصادر التاريخية تتفق على أنه بني في القرن الخامس عشر الميلادي صامدا حتى عام 1985 عندما هدم بسبب التوسع في أعمال الميناء ويرجع بناء هذا البرج للشيخ كايد بن حمود بن عدوان القاسمي أحد حكام القواسم في المنطقة وتصميم هذا البرج فريد حيث أن له قاعدة دائرية تضم فراغا داخليا تنخفض أرضيتها نحو الأسفل لما يقارب المترين وتعلو هذا الفراغ قبة حجرية ويقع في أسفل هذا البرج مخبة أو غرفة تتسع لعدد من الأشخاص محفورة في باطن الجبل وأخيرا وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في لفتة رائعة لإعادة بناء هذا البرج على الهيئة التي كان عليها ليصبح أيضا بالإضافة إلى برج الرابي أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في مدينة خورفكان أيضا نتحدث عن معلم آخر من معالم البناء في مدينة خورفكان وهو حصن خورفكان التاريخي الأثري الذي يعود بناءه لبداية القرن العشرين أيضا وتحديدا سنة 1912 وبني بداية من الموارد البيئية المتاحة من الحجارة ثم في بدايته كان يحتوي على مربع واحدة ذات جدران مائلة ومسننات علوية وفتحات الأسلحة تمت بعد ذلك إضافة مربعة جديدة مطلة على البحر وأصبح يحتوي على طابقين زيادة التحصين الدفاعي مع إطلال على الجهات الأربع ويعد مبنى الحصن واحد من أهم الأبراج الدفاعية المرتبطة بتاريخ خورفكان وفي فترة تاريخية لاحقة وتحديدا في الستينات حول هذا المبنى إلى دار للحكومة يحتوي على العديد من المؤسسات والدوائر المحلية التي تحدثنا عنها في حلقة لاحقة عفوا كالشرطة والبلدية والماء والكهرباء والبرق والمحكمة والمضيف تم إعادة بناء هذا الحصن وترميمه من جديد لكي يصبح أيضا أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في مدينة خورفكان هناك أيضا بعض الأبنية المهمة جدا كحصن واديشي بالإضافة إلى حصن الحياوة الأثري القديم ونختم الحديث عن هذه المباني أيضا بسوق خورفكان التاريخي الذي كان شاهدا على الصمود والسبسال أهالي مدينة خورفكان في وجه الغزو البرتغالي بقيادة الفونسو دي البوكيرك أثناء حملته الأولى على مدينة خورفكان سنة 1506 وقد اندثر سور خورفكان التاريخي إما لعوامل التجوية والتأرية وإما لما أحدث بالبرتغالي من خراب في المدينة ولكن ظل محاولة استعادة مكان هذا السور هاجس لصاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي والذي حرص حقيقة على أن يعيد لهذه المنطقة أهمية تاريخية واستجلب بعثات متخصصة وكانت البعثة اليابانية المتخصصة التي عملت عن التنقيب عن بقايا هذا السور وتم العثور عليه مؤخرا وأصبح أيضا أحد الملامح العمرانية والأثرية لمدينة خورفكان حول هذا الموضوع ولمزيد من ألقاء الضوء عن المباني الأثرية والتاريخية سنستضيف أحد المتخصصين لكي يضفي على هذه الحلقة المزيد من الجوانب المعرفية التخصصية ترجمة نانسي قنقر أعزاء المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم صفحة من التاريخ واستكمالا للموضوع الذي طرحناه فيما سبق حول أهمية المناطق التاريخية وتجديدها وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في منطقة خورفكان يسعدنا أن نستضيف سعادة خالد أحمد الشحي مدير معهد الشارق للتراث خورفكان لكي يحلق بنا ومزيد من الشرح حول هذا الموضوع أهلا وسهلا بك سيد خالد أهلا بك دكتور وتشرفنا بوجودنا معاكم الله يحفظك الله يحفظك سيد خالد كما هو معلوم الآن أن في الفترة الأخيرة حدث نوع من الاهتمام المعمق بشكل كبير بالمناطق التاريخية في مدن الساحل الشرقي بشكل عام التابع لإمارة الشارقة وتحديدا بشكل أكبر أيضا في مدينة خورفكان هي المناطق التاريخية التي كان لها دور تاريخي وكانت هي البدايات في تاريخ منطقة خورفكان ما تأثير هذا الاهتمام من قبل حكومة الشارقة ووالدنا صاحب السمو حفظ الله بداية أتقدم جزيل الشكر لوالدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الله يحفظه ويطوله بعمره على اهتمامه الدائم بإمارة الشارقة بشكل عام وبالأخص مدينة خورفكان يزال الله خير في الأونة الأخيرة إعادة الحياة لهذه المناطق القديمة طبعا أعطى زخم للمدينة بإعادة الحياة والروح والذكريات القديمة التي كانت عيشها آبائنا وإجدادنا في الماضي فأنتقدم صراحة مهما تكلمنا بالشكر الجزيل للشيخ ما نقدر نهو فيه حقه هذه المناطق مثل ما تفضلت هي مرتبطة بوجدان الناس وذكرياتهم فالآن الذي يتجول في هذه المنطقة سواء منطقة السوق أو منطقة الحارة الغربية يعيش الذكريات القديمة صحيح يعني المباني كانت عفوية غير مخطط لها السكيكة الضيقة يعني شو انطباعك عن هذا الترميم والتجديد اللي صار والله صراحة يا دكتور أن الترميم يعني يجاب في محلة أو في وقتها مثل ما يقولون صحيح حنين الماضي آبائنا وإجدادنا كل ما شفنا حد يتمشى في المنطقة هذه القديمة نوقف نتكلم معه ونسولف معه لذكريات أو فيه يعني شيء يربطه في هذه المنطقة فسبحان الله يعني هذه البيوت والعفوية طبعا القلوب حتى سابقا كانت قلوب عفوية وطيبة ومرتبطين في بعض يعني سبحان الله جت في وقتها مثل ما يقولون هذه الترميمات نعم وتزامن أيضا مع ترميم المناطق الأثرية أيضا ترميم المساجد اللي كانت يعني الروح النابضة بالمناطق هذه مثل المسجد شيخ أحمد بن حسن ومسجد سالم طوع هذه المساجد الأثرية التاريخية اللي تناولناها نحن في الحلقة هذه سيد خالد هذا التغيير الآن وهذا التجديد ما تأثيره أيضا على الجانب السياحي للمنطقة وارتباط هذا الأمر أيضا بالجانب الاقتصادي هي بطبيعتها مدينة خورفك كان مدينة سياحية طبعا وبحكم موقعها على البحر ما شاء الله يعني تجذب السياح من كل العالم طبعا من الإمارات العربية المتحدة ومن خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الزوار اللي يوني عن طريق المطارات سواء أو عن طريق الميناء من السفن السياحية طبعا هناك برامج تقوم فيها طبعا عدة جهات للاستقبال هذه السياح وزيادتهم يعني ما شاء الله بين فترة وفترة يعني زيادة ملحوظة في عدد الزوار وخاصة في الآوينة الأخيرة بعد الترميمات والتحديثات اللي ديدة اللي أحدثها صاحب السمو والله يطول بعمرة والحمد لله لك يا رب يعني زيادة ملحوظة ملحوظة في عدد السياح في السابق أذكر يعني كان فقط الشيء الوحيد اللي كان يجذب السياح اللي هو كورنيش ورفك كان صحيح الآن ما شاء الله يعني أكثر من سبع وثمانة جهات سياحية ممكن يقصدها السائح في المدينة صحيح دكتور يعني احنا ما نغفل السوق القديم ما شاء الله تم تجديده وترميمه الحي الغربي ما شاء الله عندك سد الرفيصة برج العدواني الرابي يعني هذه كلها مناطق اللي أعادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حمد القاسم يالله يطول بعمرة أعطت مثل ما تقول يعني الدكتور خلت خورفك كان الوجهة السياحية الأولى صحيح الوجهة السياحية الأولى للسياح نعم ما شاء الله حتى المناطق التابعة لمدينة خورفك كان نفس الشيء يعني أيضا شيء يصنحو المناطق الثانية بعد ما شاء الله يعني أصابها ما أصاب المدينة من اهتمام وأيضا تدفق السياح سيد خالد بحكمة يعني وظيفتك مدير بمعهد الشارقة للتراث خورفك كان وأنتم مرتبطين يعني ارتباط وثيق بالتراث ويعني ما يخص العادات والتقاليد ونحن الآن مقبلين على موسم يعني تراثي اللي هو أيام الشارقة التراثية ما هي الخطط الموجودة الآن كل سنة ما شاء الله يتحفنا المعهد بأفكار إبداعية جديدة وحقيقة يعني ملتقى سنوي يعني مفرح لأبناء مدينة خورفك كان وحتى الزوار من مناطق ثانية يعني يتوني للاستمتاع وقضاء أوقات جميلة حقيقة ويعني تلمس عبق التراث الجميل السنة هذه ما هو الجديد أولا دكتور أحب تقدم جزيل الشكر لسعاد دكتوري عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على اهتمام الدائم وتوجيهات السديدة لنا طبعا لا نخفل دور المعهد دور المعهد طبعا كبير في يعني الشرح هذه صحيح دور المعهد يعني كبير في توضيح هذه الأمور طبعا من خلال عدة فعاليات وأنشطة منظم منها هي أيام الشارقة التراثية اللي نعتبرها نحن الحدث الأكبر في إمارة الشارقة صحيح طبعا هذه السنة إن شاء الله بيكون تحت شعار التراث الثقافي يجمعنا ما شاء الله هي نعم إن شاء الله بإذن الله بالإضافة طبعا نحن نعمل بس يعني المعهد عندها أيام الشارقة التراثية ما شاء الله في عدة فعاليات وأنشطة على مستوى عالي منها ملتقى الدولي للراوي كذلك ملتقى الحرف التقليدية اللي كان في شهر اثنين يعني المعهد الحمد لله قايم بدور كبير وجهد جبار صراحة يعني في محاولة لإيصال المعلومات التراثية للأجيال الحالية لا ما شاء الله الأدوار يعني واضحة وخاصة المزج ما بين التراث المادي والتراث المعنوي يعني اهتمام كبير ومحل تقدير نشكرك أستاذ خالد على هذه الدقائق الله يخط بك دكتور كاودنا يطول الحديث معك يعني لو لا ضيق الوقت أعزاء المشاهدين ونحن نأتي إلى ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ خالد الشحي على هذه الدقائق وهذه المعلومات القيمة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم برعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة